بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات السنوية العامة كل عام وأنتم بخير معنا ومعكم حلقة جديدة من حلقات بنامتكم المحبوب مدرسة على الهواء في مادة التاريخ طبعا أبنائي احنا بنستكمل الحلقات الماضية وكنا وقفنا معاكم على بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي طبعا محمد علي عشان يبني دولته في مجال الاقتصاد هيبني دولته في مجال التعليم في المجال الإدارة في مجال الجيش وفي المجال الإدارة احنا هنبدأ النهاردة معاكم في المجال الاقتصادي بصوا معايا كده على المونتور أنا بقول أول حاجة في المجال الاقتصادي عندي تلات حاجات هنقول عمل ايه في الزراعة عمل ايه في الصناعة عمل ايه في التجارة نمسك حاجة حاجة منهم ونتكلم عن إنجازات محمد علي فيهم نبدأ أولا بمجال الزراعة لإما نقول بناء الدولة أو نقول سياسة محمد علي الاقتصادية لما نيجي نتكلم عن سياسة محمد علي الاقتصادية في الزراعة عمل إيه؟ بصوا معي عمل ثلاث حاجات طب هل يجي سؤال في الامتحان بالصيغة دي؟ لا طبعا أنا بشتح لكم لكن لما يجي سؤال يجي حاجة مثلا خاصة بتغيير أوضاع الملكية أو ده اللي كان للمحمد علي دورا في تطوير الزراعة ماشي يعني ممكن على طول ممكن نتلقى تليفونات وإحنا بنشرح مفيش أي مشاكل خالص الأستاذ المخرج أنا بقول له يعني عشان أبنائنا بيبعندهم استفسارات قبل ما نبدأ يبقى إحنا كده عرفنا سياسة محمد علي الاقتصادية معانا مكالمة تليفونية أن نشوف مين معانا أول مكالمة معانا يا أحمد من الجيزة أهلا حضرتك يا مستر أحمود الله يخليك يا أحمد أهلا بك يا حبيب إزايك سمحت بسر كان عندي سؤال في الفصل الأول أيوة بما تفسر أحوال المجتمع المصري قبل ما جاء الحملة الفرنسية من الناحية الاقتصادية بما تفسر تدهور أحوال المجتمع المصري قبل ما جاء الحملة الفرنسية من الناحية الاقتصادية طيب أولا المجتمع المصري قبل الحملة من الناحية الاقتصادية سؤال زي ده ما يجيش لامتحان قبل ليه اجابته تعدي الصفحة ونص فما تلاقيوا اسئلة زي دي كبيرة انت نفسك ما تخبشي لان احنا ما بيجيب السؤال ما يتعداش اجابته تلت سطور عشان على حسب نظام البوكلة الجديد بيبقى الاسئلة لها محدودية الدرجات دول مسلا يكتفى بنقطتين فانا هنا عشان اتكلم عن الناحية الاقتصادية انا هتكلم عن الزراعة فيها يجي حوالي تلت نقط هتكلم عن التجارة فيها حوالي يمكن 8 نقط في التجارة الداخلية والخارجية هتكلم عن الصناعة فيها حوالي 3 نقط فطبعا السؤال زي ده ما يجيش لامتحان لو يجي يقولك بس اسباب تدهور الزراعة في العهد العثماني او التجارة الداخلية الوحدها او الخارجية الوحدها سؤال كمان ما النتائج المترتبة على الحملة الفرنسية على مصر من الناحية السياسية طيب ما النتائج المترتبة على الحملة الفرنسية على مصر من الناحية السياسية. نعم نتائج المتتبع على مجيء الحملة الفرنسية. على مصر من الناحية السياسية. هنا الاجابة هتقول اول حاجة هنتكلم عن تغيير اللي هو وضع نظام الحكم الفرنسي. تمام. وضع نظام الحكم الفرنسي في مصر. اللي هو بيبقى الحكم في يد الطبقة الوسطى البرجوازية. اللي هو استعمل على الاعيان. اتنين انشاء الدواوين. ونتكلم عن انواع الدواوين التلاتة. معي? تمام. مع حضرتك. نقول كده بسرعة. الديوان العام. دوان القاهرة. ودواوين الاقالين. ونقول بقى ايه? ان هذه الدواوين استفادة منها الشعب المصري في انه هو يحكم نفسه بنفسه فيما بعد. اخر سؤال بس مسطر بعد اذن حضرتك. تفضل. هو مشاركة المصريين في الدواوين في عهد الحملة الفرنسية. ما النتاجة؟ ما النتاج متعتب على مشاركة المصريين في الدواوين في عهد الحملة الفرنسية. في الدواوين. في عهد الحملة. نفس الكلام اللي انا قلته لك هنقول تهتب على ذلك ادركوا اهمية مشاركتهم في الحكم بدلا من الحكم المطلق. تمام. فهمت? تمام. متشاكر جدا. اي خدمة حبيبية. تفضل معنا. شكرا للاحمد. وطبعا على طول اهو احنا بنبقى سعادة جدا بتلقي كل اسئلة ابنائنا ونكمل معاكم محمد علي عمل ايه في الزراعة محمد علي احنا قلنا ابنائي ان هو عمل 3 حاجات في الزراعة غير اوضاع الملكية طور الزراعة طبق الاحتكار طب ازاي غير اوضاع الملكية قام بجعل ارض الملتزمين ملكا للدولة لغى نظام الانتزام وسجل اراضي الملتزمين باسم الدولة بالنسبة لتطوير الزراعة طبعا محمد علي بحدة حاجات اول حاجة عمل مشروعات للري ومن اهم المشروعات انشاء الترعى والقنوات ومن اهم الحاجات اللي عملها انشاء القنوات الخيرية تاني حاجة محمد علي ارسال بعثات بعد بعثات تتعلم اسليب الري والزراعة والصرف من بره عمل ايه كمان تعليم زراعي عمل مدارس تعليم زراعي وجاب خبر من بره عشان يعلمه ابنائنا ايه كمان ادخال محاصيل جديدة دخل محاصيل جديدة زي نباتة النيلة الهندية وحسن زراعة القطن تمان اهتم ب يعني اهتم ب زيادة انتاجية الارض الزراعية دخل اسليب جديدة للزراع يبقى ادخال اسليب جديدة للزراع دي دي اسليب محمد علي وانجازات محمد علي واسباب نهضة الزراعة في عهد محمد علي انا ممكن ناجي السؤال بصيغة تانية ما النتائج المترتبة على جهود محمد علي في الزراعة او اي للحاجات اللي عملها او ما العلاقة بين محمد علي وتطوير الزراعة او اي الحاجات طالما اطالب فاهم هيقدر يجاوب السؤال لو جاله ما النتائج لو جاله دلل لو جاله ما العلاقة هو عارف هيقول ايه ماذا يحدث اذا لم يكن لمحمد علي جهودا في الزراعة هيعكس كل الكلام دول ويعكس كل الحاجات اللي تم اللي ترتبط عليها طب نيجي بقى محمد علي ازاي طبق الاحتقار في الزراعة محمد علي في تطبيق الاحتقار في الزراعة عمل حاجته عمل ايه بقى امداد الفلاحين بكل لوازم الزراعة بلوازم الزراعة ويخسم التمن اما يجي وراده المحصول تاني حاجة الزام الفلاحين بزراعة ما تقررهم الحكومة بزراعة الغلات اللي عايز اهل حكومة يعني الفلاح يزرع طيب احنا طبعا كده معانا مكالمة اخرى احنا مش ملاحقين مع ابنائنا احنا سعداء جدا بيهم طبعا وده سبب نجاح القناة ان هي بتخدم كل ابناء مصر وده الكلام ده كنتوا بقوله لسيادة الاستاذ الدكتور وكيل الاول وزارة تبيوة تعليم الدكتور رضا حجازي وقلت له القناة ناجح جدا والحمد لله كل ابناء مصر بيتواصلوا معانا وفعلا هو الحمد لله يعني فعلا عرف الكلام ده وتعمل تسجيل مع القناة فبازن الله القناة دي ليكم ومن اجلكم معانا مكالمة عائشة من ناجح حمالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا عائشة ازايك اهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب كل عام وانت بخير يا ماما اه لو سمحت انا معايا السؤال اللي هو بيقول لي ما اه وقع عزق اللي هو صح وغلص عائشة اه ابعدي عن التلفزيون او وطيه خالص عشان بيعمل كابلن هنا الصوت بيعمل تداخل حال ابعدي عن التلفزيون وكلمينا لان ما توطيه خالص خلاص نعم اتفضلي قولي السؤال اه بيقول لي صح وغلص اه وقع عب مقاومة حملة فريزر على عاطق محمد علي وقع عب مقاومة حملة فريزر على عاطق محمد علي على عاطق محمد علي اه اولا احنا السنة اللي فاتت لغينا صح وغلط من الامتحانات فلسه بإذن الله استناديا ما نقعد مع دكتور رضا حجازي ونشوف هيرجع تاني ولا لا فاحنا لغاية دلوقتي صح وغلط مش عندنا بس هقولك الاجابة طبعا ده ممكن اجا اقولك دللي على صحة او خطأ العبارة الاتية هتقولي الاجابة طبعا خطأ لان محمد علي لم يكن له دورا في مقاومة حملة فريزر لان عبق المقاومة كله وقع عبق المقاومة على المصريين بزعامة عمر مين مكرم اللي هو عمر مكرم اه ادي اجابة السؤال في ايه تاني شكرا خابت لا هو لا بس احنا شعاديم يعني بيكي وبأسئلتك اهلا بيك يا عائشة فضل طيب احنا نرجع تاني يا ابنائي وكنا بنكمل معاكم سياسات محمد علي الاقتصادية وكده خلصنا الزراعي بل زراع محمد علي عمل فيها كم حاجة عمل فيها ثلاث حاجات غير شكل الملكية طور الانتاج الزراعي وطبق الاحتقار طيب اما اجا اقول سؤال اما اجا اقول لابناء الطلبة سؤال ما النتائج المترتبة على تطبيق محمد علي الاحتقار في الزراع اولا ايه اللي نتج عن ذلك اولا نتج عن ذلك ان الدولة اصبحت انتاجها وفير جدا بالانتاج الزراعي نتج عن ذلك ان اصبحها الفلاحين يقومون بزراعة اللي بتقرروا الدولة اتنين اصبحها الفلاحين يمتلكون نوازم الزراعة مع دفع سمانيها عند توريد المحصول ادي سؤال برضو من الاسئلة اللي احنا بنقول عليها بتبقى فيها فكرة يبقى ناخد بالنا من اسئلة ما النتائج اسئلة ما العلاقة اسئلة ماذا كان يحدث اذا واسئلة ما وجهة نظرك انا طبعا اممكن اقول للطالب ما وجهة نظرك في الاحتقاف هتقول لي والله ان هذا النظام ارى انه كان له دورا كبيرا في النهود بالانتاج الزراعي ولكنه ايضا له سلبية ان شعور الفلاح ان الارض مش ملكه جعلته لا يهتم اكثر بزراعة الارض لان شعوره ان الارض في اي وقت تتسحب منه طيب نرجع ونكمل سياسة محمد علي الاقتصادية طبعا احنا خلصنا الزراعة هنتكلم بقى عن الصناعة الصناعة في عهد محمد علي محمد علي في الصناعة عمل ثلاث حاجات نفس الكلام اولا محمد علي يجي لقى الصناعة متخلفة عمل ايه اول حاجة محمد علي عملها اللي هي تطبيق الاحتقاف يعني عمل تنظيم الصناعة عمل تنظيم الصناعة لحيث تخدم الدولة وتاني حاجة عملها تطوير الانتاج الصناعة نمسك حاجة حاجة في جملة كده في الكتاب عايز اقرهلكم مهمة جدا الجملة بتقولين نشوف كده الجملة بتقولكم كانت احوال الصناعة عند تولى محمد علي الحكم اللي هي تلاقيه محاجة الاحتقاف خد بالكم فلذلك قام محمد علي بتنظيم الصناعة على اساس تطوير الانتاج طبعا ما ليه بقى هو دي سياسة الاحتقاف واحد امداد الصناعة بالمواد الخام اللازمة اللي بتقررها الدولة يعني يمسك الصانع صاحب المصنع ويقوله انت هتصنع حديد انت هتصنع نحاس انت هتصنع نسيج انت هتصنع جلود يبقى اول حاجة الزام الصناع بالمواد الخام اتنين امداد الصناع بالمواد الخام بأثمان مرتفع يعني يورد لهم المادة الخام اللي هيصلعه منها بتامن غالي تلاتة شراء المنتجات المصلعة بأثمان رخيصة الله الله محمد علي بيعمل كده عشان يحقق فائد أما أنا أقول سؤال دلل عمل محمد علي على تنظيم الصناعة لزيادة الانتاج محدش بقى يقولي عمل ايه تطور الصناعة لا يقولي التلات نقط اللي أنا لقلته لكم هقولهم تاني واحد انداد الصناعة بالمواد الخامل لازمة لصناعة بالثمن اللي بتحدده الحكومة طبعا التمن غالي اتنين شراء المنتجات بالسعر اللي لازل تحدده الحكومة أنا ليه باستخدم معاكم الكتاب اللي امتحان جاي من الكتاب ومن سطور الكتاب ومن جمل الكتاب بقولها لكم التاني مش هيجي من ملزمة مش هيجي من تشوز صغير كده من كل مدرز الوقت يمسمي نفسه وهرم مصر وامبراطور ومش عارف ايه والما لازم بتبقى السياق بتاعتها بعيدة عن الكتاب ومختصرة ويجي الطالب يزعل ويجيب درجات قليلة لان احنا بنحول سطور الكتاب الى اسئلة الجملة التالتة رفع اسعار بيئة المواد الخامل اللي بيديها للصناعة ويخفض اسعار بيئة المواد المنتجة طيب نيجي لتطوير الانتاج الصناعي خلاص محمد علي نصم الصناعة طب عمل ايه بقى عشان يرفع مستوى الانتاجية تعالوا شوفوا عمل ايه محمد علي في تطوير الانتاج الصناعي نقول عليها ايه اه تعليم مهني كده اتنين ارسال بعثات بعد بعثات تتعلم برا اصول الصناعة ايه كمان استقدام خبراء عبار ما الناس اللي برا يتعلموا جاب خبرة ايه كمان انشاء مصانع كبرى ملك الدول يبقى محمد علي عمل اربع حاجات تخصيص بعثات للخارج في مجال صناعة الصناعات المختلفة اتنين جمع الصبية من الشوارع ونظامهم في مدار صناعية عشان يلتحقوا كعمال للصناعة استقدام خبراء من الخارج عشان يعلموا الصناع اللي هنا عبار ما الناس اللي برا يتعلموا ذاكي جدا محمد علي ذاكي جدا جدا انشاء مصانع كبرى زي انظام القطاع العام دلوقتي طبعا دلوقتي الاسب ما باش فيه قطاع عام لان الموضوع الخصخص والكلام ده انتو بتغضوه في الاقتصاد فيه بعض المصانع زي مصانع مثلا الحديد والصلب الحلوان ما زالت تحت اه انتاجية الدولة وفيه برضو مصانع النسيج في المحلة الكبرى بعض المصانع ومصانع الكيمويات اه لكن دي اسمها مصانع قطاع غير القطاع الخاص يعني طيب كده خلصت الصناعة في عهد محمد علي طيب معانا مكالمة من المينيا معانا محمد من المينيا اللو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا محمد ببركات السيد الحمد لله والله الحمد لله اولا مبروك لمصر مبروك لمصر مال علاقة بين مال علاقة بين الحملة الفرنسية وتولي محمد علي الحكم. اه حملة الفرنسية وتولية محمد علي الحكم. بايز. ابنائي خلي بالكم من اسئلة مال علاقة دي بتبقى نقطة فصلة في الامتحان بعض ابنائنا مش بيعافوا يجاوب السؤال. طب نجاوب ازاي محمد السؤال ده? بص يا محمد. معي? انا عندي هنا بص عندي حدثين هنا. اه. ده ليه علاقة بده? ده حدث اول وده حدث تاني. ايه العلاقة بينهم? ده ليه علاقة بده? ده ليه نتائج على ده. اه. في نقطة في النص يجب نعرف. ايه هي? ان مع مجيء الحملة الفرنسية تم وضع انظام الحكم من خلال الدواوين. وشارك المصريين في دواوين الحكم ايام نابليون. تأثر المصريين بدواوين حكم نابليون ان ضرورية ان الشعب يحكم نفسه بنفسه. فكان له دورا في دولية محمد علي. يبقى لولا ان الحملة عملته. لولا ان الحملة دربت الشعب المصري على حكم نفسه بنفسه. ما كانشي الشعب المصري حط قرار وعزى الخرشد وولي محمد علي. يبقى الحملة Eighth dora لولا مجيء الحملة مكانش تعملت دواوين. لولا وجود الدواوين ما كانش المصريين شاركوا في الدواوين. لولا المشاركة مكانوش عرفوا اهمية الحكم الدموقراطي والمشاركة في الحكم. مشاركتهم في الحكم. قالوا ليه ما نحكمش انفسنا بانفسنا. زي ما فرنسا علمتنا. خلاص. نعزل خرشت. وقبل خرشت عزلوا البرديسي. يعني الشعب المصري كان ليه دور في عزل الولاة. عزل البرديسي وان كان للأسف مش موجودش الكتاب السنة دي اتشلت وعزل خرشد عزل البرديس في الف تنمية واربعة وعزل خرشد في الف تنمية وخمسة وراحوا لمحمد علي في بيق دار المحكمة جابوه ولبسوه لبس الحاكم وقالو له لقد وليناك علينا بشرطنا بنقول عليه حادث دار المحكمة اهمية حادث دار المحكمة اول سق اجتماعي اول مرة الشعب يأخل نفسه اول مرة الشعب يحط شروط عارف يعني ايه سقي عن عقد الشعب كتب عقد على الحاكم معايا معاك وده اللي حصل ايام مرسي لما مرسي قال الشعب جابني هو اللي يازني الشعب عزلوا يلا الصور ما وفقش يعني في حاجة تاني شكرا لك يا محمد شكرا نرجع تاني يا ابنائي بنشرح ومناخد مكالمات من ابنائنا هنتكلم بقى على سياسة محمد علي في التجارة خلي بالكم يا ابنائي ان كده احنا بنتكلم عن البناء الاقتصادي في الزراعة في الصناعة في التجارة بس ممكن نقول سياسة محمد علي في التجارة ايه هي بقى اولا في التجارة الداخلية في التجارة الخارجية اجا اقول للطالب ايه كيف اطبق محمد علي الاحتقار في التجارة الداخلية او التجارة الخارجية او ممكن اقول مانيا تاج متأتبة على تطبيق محمد علي سياسة الاحتقار في التجارة هتقول لي في التجارة الداخلية اصبح محمد علي هو التاجر الوحيد حاجة غريبة يعني محمد زكي جدا. ومعايز نفس الدول الاوروبية. فاحتقر تجارة جميع المحاصيل. طب الطالب يقول لي ازاي? هقول له يا جزيزي. يجيب الفلاحين. يلزمهم يوردوه له المحصول في نهاية بتاع بعد الحصاد. خلاص الحصاد تم? كله يورد المحصول لمحمد علي. محمد علي ما كانش يعني بيخلي الفلاح يحتفظ باكتر من الحاجة اللي هيقولها طول السنة. لكن يعني مثلا يدي له عشر تشويلة قمحة. طب ما يدي لهش عشرين ليه? عشان ما يبيعش من وراه. عشان الامحة بتاع الفلاحة العشرة او خلصه يروح يشتري من محمد علي. زكي جدا. طب التجارة الخارجية. محمد علي اصبح هو اللي بيبيع للتجار الاجادة في الداخل او الخارج. وكمان محمد علي كان بيشجع على التصدير. يقول لك الدولة القوية هي الدولة التي تصدر ولا تستورد. واقول لكم الحتة دي بس بعد ما ناخد المكالمة اللي معانا دلوقتي. معانا مين? معانا مريم من المنصورة. قالو? قالو. ازايك يا مريم? الحمد لله. انت عامل ايه? الحمد لله كويس. كويسة? اقول السؤال الاول. اقول السؤال الاول. اه دلل على صحة العبارات التالية تولى محمد علي حكم مصر بناء على رغبة الزعامة الشعبي. تولى محمد علي حكم. نصر بناء على ورغبة الزعامة. الشعبين. تمام يا مارك? ايه تاني? اجاوب? اه. ولا لسه في تاني? في سؤال بما تفسر تدور الزراعة في مصر قبل محمد علي. بما تفسر تدهور ازباع في مصر قبل طولية محمد علي. اخر سؤال? اه. اه. اه اغسطس الف وتممية وتلاتة اغسطس الف وتممية وتمانية. قارن بالسياسة محمد علي. خلال ازمة الف وتممية وتلاتة. وازمة الف وتممية وتمانية. انت جبتوا سؤال ده منين الاخير ده? ده جبتم الكتاب خارجي. اه بتاع السندي ولا السارفات? لا بتاع اه مش عارف. مش بتاع السندي. طب بص يا اولا اه مفيش ازمة الف وتممية وتلاتة. خلاص? ده تلاغت. فده ده تلاغة من كتاب السندي. فبالتالي اه ما ينفعش السؤال للمقارنة. ولكن ممكن نقول ايه سياسة خلال الف وتممية وتمانية. اه انه هو اه قام بفرض الضرائب على الفلاحين مما ادى لغضب الزعماء ورحوله ونهارهم ثم قام بنفي عمر مقت. فالسؤال ده ما يجيش يعني معاي? حتى السياسة لغت. خلاص? نيجي ما نتكلم عن ده. تولى محمد علي حكم بنص بنانا عراقبة زعاب الشعبية. الدليل انه في ماء تلاتاشر مايو الف تمنمية وخمسة قام زعماء الشعب بمحصة القلعة. وقرروا عزل خرشة. اتنين. توجه زعماء الشعب الى محمد علي. واخذوه الى دار المحكمة. وقاموا بالباسه. بباس الحطم اللبس بتاع جبت الحطم. وقالوا اللي قد وليناك بشروطنا. وده بنسميه حادث دار المحكمة. قالوا له ايه بقى? واحد. قال لا تبرم امرا الا بمشروطنا. ما تاخدش قرار الا ما ترجع علينا. اتنين. ازا خلبت ذلك عزلناك. تلاتة. ان تحكم بالعدل. يعني قالولو. ما تعملش حاجة اللي ما تقول لنا. لو خلفتنا هنعزلك. تحكم بالعدل. دي اسمها شروط تولية الحكم. اهو? يبقى بنانع رغبة زعمة شعبية. وده بيقول علي. لأول مرة الشعب يختار من يحكمه. لأول مرة في تاريخ مصر كلها من اول الفرعنة. من اول مينة. لغاية محمد علي. الشعب المصر تحرك واختار اللي بيحكمه. طبعا محمد علي بعد كده قضى على زعمة الشعبية. لكن بعد كده بقى الشعب اختار. بدليل ان احنا الشعب طبعا كان ليه دور في صورة 2011. عزل او اكبر الرئيس حسن مبارك على طبعا ان هو يتنازل عن الخط. وقام بصورة ثلاثين يونيو. وقام بعزل مين? محمد مرسي. جيب الشعب المصري حتى ساعد بنجيبها كده. قارن بن دور الشعب المصري في الفة والمية وخمسة. ودور الشعب المصري في صورة ثلاثين يونيو. بهمتي? اه. طيب. اما اجا اقول لك بما تفصل تدهور الزراعة قبل ما جاء محمد علي. الزراعة كانت متدهورة ليه? بسبب نظام التزال. بسبب بصي بقى الحتة دي كمان الحتة دي اتشالت من الكتاب. اه. دي كانت موجودة في السنة اللي فاتت. فالاسئلة بتاعتك موجود انت جايب كتاب قديم. معلش بقى طالما يعني عايز اجيب كتاب خارجي فتجيب اسئلة فهات كتاب السنة دي. موش. عشان هتفجئ باسئلة ملهاش اجابة في الكتاب. موش. انت عندك السؤال ده والسؤال ده مش موجودين. لكن ده ممكن نجاوبهم منين? السؤال التاني ده. ممكن نجاوبه من اه اه ان بعد خروج الحملة الفلسية رجعت الزراعة من الضهورة تاني. واخد بالك. ورجع نظام الالتزام تاني. والارض اصبحت ملكة للسلطان وليست ملكة للفلاحين. وهجر الفلاحين الارض. لكن ده مش موجود في الكتاب. ده ده ولا ده. اتفقنا? شكرا 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 لمريم. نرجع تاني لابنائنا ونستكمل معاكم. برضو احنا بنجاوب لابنائنا الاسئلة وبنكمل الشرح. لللي بيتابعونا. احنا كنا فين? في التجارة الخارجية. ما هي سياسة محمد علي? الاقتصادية بالنسبة للتجارة الخارجية. واحد. البيع للتجار الاجادب في الداخل والخارج. يعني اي تاجر اجنادي فرنسي او غير فرنسي او انجليزي او اي حد لازم يجي مصر يشترك. طب لو مش عايز يجي. محمد علي يبقى ليه وقلة برة. هم اللي يقوموا بعقد الصفقات ويجوا يشترموا المصر ويوردوا. محمد علي كان لا يشجع على الاستراد. محمد علي لا يشجع على تجارة الواردات. يقول على. بينما يشجع تجارة التصديق. الصادرات. يقول لك الدولة القوية هي اللي عندها تكون ملكة عملة صعبة. استنى ما يكون بصدر بيجي لرخل كويس. وانا كده ما ببقاش تحت رحمة الدول الاجنبية. والكلام ده هتخضوه في مادة الاقتصاد. ومادة الجغرافيا. ان في بعض الدول بتعمل عليك ضغوط سياسية. عشان توافق ان انت تبعت لك معونة. زي امريكا كده ساعات تقرصنا. وتتضاش تبعت المعونة اللي بتبعتها. الا سخننا نوافق لها على حاجة. لكن الحمد لله احنا الوقتي ما بقى ناش تحت رحمة حد. وبنشتري من فلوسنا. وايه. عشان كده يقول لك الدولة القوية هي التي تمتلك قوت يومها. هي اللي تمتلك دخل تقدر تجيب سلاح من اي مكان. تخيلوا كده احنا في حرب اكتوبر. الحرب وهي شغالة. واحنا بنحتفل بنص اكتوبر العظيم. فجأة السلاح من عندنا خلص. ومعناش فلوس نشتري. تخيلوا كان يحصل ايه. ده احنا والحرب شغالة. وده هناخده في حرب اكتوبر. الرئيس الجزائري هواري بومديان. راح دفع ميتين مليون دولار لروسيا. عشان يجيب لنا دبابات وطيارات نكمل بيها الحرب. فخلي بالكم الدولة القوية هي اللي تمتلك دخل عشان تقدر محدش يتحكم فيها. خلي بالكم ان الحتة دي اخطر حاجة في الموضوع كله. لان بسبب الموضوع ده دول الاوروبا هيقفوا ضد محمد علي. قالوا انت بتضحك علينا? انت بتبع علينا? وما بتشتريش مننا? لأ. عشان كده هيقفوا ضده ويلغوا سياسة الاحتقار. لان محمد علي قفل الاسواق. مش عايز حد يبيع في مصر. ممنوع. يجي تاجر يبيع. لأ. يشتري آه. انجلترا كانت في مقدمة الدول اللي هتعمل على اسقاط سياسة الاحتقار. كده يا ابنائي يبقى انا اتكلمت معاكم على البناء الاقتصادي في عهد محمد علي. ايه اللي جاي بعد كده? هنتكلم على النقل والمواصلات. نرسم خريطة المصر كده عشان نقدر نشرح موضوع النقل والمواصلات معاكم. ماذا فعل محمد علي في مجال النقل والمواصلات? قوى محمد علي بما يأتي. طبعا ده شكل كروكي كده في خريطة مصر ده طبعا البحر المتوسط. ودي الدلتة. وده البحر الاحمر. وده المحيط الهندي. وطبعا كلكم عارفين حدود مصر. ماذا فعل محمد علي? داخليا قام محمد علي بتمهيد الطرق البرية. محمد علي عمل تمهيد للطرق. يعني الطرق اللي هي ماشية وسط الدلتة كده. اللي هي بتنشط عملية الانتاج. طيب معانا مكالمة ونرجع نكمل معاكم تاني. معانا ماها من اسوان? نعمة. نعمة. ازايك يا نعمة? اهلنا ابتد. ازاي اهل اسوان? تمام الحمد لله. فرحتهم بارح بقى بالنص العظيم بتاعنا ده? اه فرحنا. طب الحمد لله. يا ربي كده يخلى ايامنا كلها فرح كده. قولي بقى نعمة. اه ما يتغل. اه. هو صح وغلط. برضو صح وغلط. اه. 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 اه استغلى المماليك السياسة الدولية بتحقيق اهداف فهم في مصر في القرن التمنتاشر. استغلى. اه. المماليك. اه. قولي. اه في. استغلى المماليك ايه. السياسة الدولية. اه. السياسة الدولية. اه عن التفكيق. ايوا. اهدافهم. اهدافهم. في مصر. في قرن التمنتاشر. طيب. معلش بس بطي تلفزيون خالص عشان اه تسمعي الاجابة وانتي ما. اصطاد الصوت بتاعك اه ما يجي. اولا اه. السؤال ده كويس جدا 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 جدا. ماشي. طيب في سؤال تاني بردو. بس انا هشير كلمة صح وغلط وحط بدل ودلل. اه. عشان صح وغلط تتلقى السنة دي. لو رجع هاولوك عليه. السؤال التاني ايه. ماشي في سؤال تاني كانت المحاولة الرابعة والاخيرة بسكرة احتلال فرنسا المطس يا اهل وسط التاشر. دلل. بردو صح وغلط. بردو. كانت المحاولة الرابعة والاخيرة لغاز ومصر. والعس الحديث. في عهد لويس السستاشر. في عهد لويس السستاشر. اه وفي سؤال تاني تقول. اقول. اه سؤال بما تفسر. ايوان. اهمية اهمية انا نتعرف على المجتمع المصري لدي واجهة الحملة الفرنسية. اهمية التعرف. اه. على المجتمع المصري. وبين مجيء الحمل. صح جدا? اعم. شكرا لك. طيب. اسمع الاجابة من خلال التلبيه. شكرا لنعمة. السؤال الاوليين ده جميل جدا. في زكاء وفي فكر. اما اجا اقول دلل استجل المماليك السياسة الدولية لتحقيق اهدفهم في مصر في القرن الطمانطقة. طبعا الطالب اللي حافظ مش هيجيب ايجابة السؤال. عشان كده بيقول ما تحفظت حاجة ايفهم. واحنا كنا بنتكلم ونقول هناك عوامل داخلية وخارجية ساعدت على نجاح حركة علي بيكي كبير او على قيام حركة علي بيكي كبير. الداخلية ضعف الدولة العثمانية. الخارجية او السياسة الدولية تمثلت في ايه? محاربة روسيا ولتركيا. اللي هي الحرب ما بين روسيا وتركيا. معايا? يبقى استجل المماليك. الحرب بين روسيا وتركيا ليه تحقيق اهدفهم? حيث قام علي بيكي كبير بحركات الانفصالية. ونجحها في الانفراد بحكم مصر. ولكن حصلت خيانة من محمد ابو الدهب. وعادت مص مرة تانية ولاية عثمانية. يبقى استغل المماليك. فعلا صح لو جلنا صح ولا غلط. لو دلل هقول ايوة. حيث قام علي بيكي الكبير بحركات الانفصالية. مستغلا النزاع العسكري والحرب القائمة بين روسيا والدولة العثمانية. نيجي تاني. صح ولا غلط? كانت المحاولة الرابعة والاخيرة في غزم مصر في العصر حديث في عهد لويس 16. الجملة طبعا خطأ. لان المحاولة الرابعة والاخيرة كانت مع قيام الصورة الفرنسية. في عهد حكومة نابليون بونابر الذي جاء بالحملة الفرنسية. يبقى يبقى لويس 16 دي المحاولة رقم تلاتة. يعني عندي لويس 14 لويس الخمستاشر لويس الستاشر. وبعد كده المحاولة الرابعة والتي اللي هي السؤال. لم تكن الحملة الفرنسية وليدات الصورة الفرنسي. فابنقول لانها ظهرت ايام لويس ال sometime وتجددت ايام لويس الخمستاشر. ثم تجددت ايام لويس الستاشر. ثم لتحققت مع قيام الصورة الفرنسية. نخش على السؤال الاخير. ايه اهمية تعرف على المجتمع المسي قبيل مجال حملة? اهمية تعرف حتى نتعرف على اسباب مقاومة المسطين الحملة على نتكلم على أسباب فشل الحملة لأن المقاومة لتعرض لها كتير نتعرف على الفرق بين المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي اللي جاي منه الحملة ونعرف الفرق بين القوتين وعشان كده نعرف ليه الحملة جدت ونجحت في الدخول مصر وبعد كده نعرف ليه الشعب يقومها لأنه كان تحت الحكم العثمان كده يبقى احنا جاوبنا أسئلة نعمة شكرا لك يا نعمة وأهلا بيك في أي وقت وكل أبنائنا دايما بنتلقى منهم الأسئلة نرجع بقى تاني ونتكلم عن محمد علي عمل في النقل والمواصلات لو ج discounts نتكلم عن النقل والمواصلات في عهد محمد علي قام محمد علي بميات واحد قام محمد علي بتمهيد الطرق البرية اتنين قام محمد علي ببناء أسطول في البحر المتوسط وأسطول في البحر الأحمر يبقى محمد علي عمل أسطولين يبقى ماهد الترق البرية وعمل أسطول في البحر الأحمر وأسطول في البحر المتوسط وإيه كمان قامت إصلاح المواني ومن أشهر المواني اللي صلحها ميناء الأسكندرية هذه صلح ميناء الأسكندرية مش بس كده ده طهر البحر الأحمر من القرصانة البحرية كان فيه قراصنة القراصنة دول اللي هم حرامية البحر يعني قراصنة اللي هم الناس اللي بيستولوا على السفن لدهاجة إنه كان فيه شركة اسمها شركة الهند الشرقية البريطانية أما لقيت إن فيه قراصنة ما بقتش تخش من البحر الأحمر وبقت تدور حول إفريقيا محمد علي لما قد على القراصنة رجعت شركة الهند الشرقية البريطانية تخش وتعمل تجارة يبقى ممكن أقول إيه كان المحمد علي دورا فيه القضاء على الأخطار الخارجية في البحر الأحمر أنا وقت بقى بقى بقلف أسئلة بقى فيه خطر خارجة آه فيه قرصنة ما لقى علاقة بين محمد علي وشركة الهند الشرقية البريطانية هنقول إن محمد علي لما عاد الملاحة في البحر الأحمر رجعت شركة الهند الشرقية البريطانية تستخدم طريق البحر الأحمر دي كانت القصة الخاصة بيه النقل والمواصلات يعني كده يا ابنائي أنا شرحت لكم إيه شرحت لكم إيه في البناء الاقتصادي الزراعة الصناعة التجارة النقل والمواصلات هنخش بعد كده على حاجة جديدة وهي البناء الاجتماعي في عهد محمد علي يلا نشوف مع بعض إزاي هنشح الجزء ده البناء الاجتماعي البناء الاجتماعي معناه أحوال المجتمع المصري الأحوال الاجتماعية بقول إيه بقول كان لسياسة محمد علي الاقتصادية دورا في تغيير تغيير شكل القوى الاجتماعية عمل تغيير حيث ترتب على اتباع السياسة التحتقار في الزراعة والصناعة والتجارة والتغيرات لعملها إلى زهور قوى واختفاء قوى تعالوا نشوف القوى التي القوى التي اندصرت أو نقول اختفت ونقول هنا بقى ايه القوى التي برزت أو ظهرت يعني أنا عندي ناس خلوا موجودة واختفوا وناس ما خلوش موجودين وظهروا يلا نشوف مين اللي اختفى ومين اللي ظهر القوى التي اندصرت واحد الزعمة الشعبية وعلماء الازهر دول الازهر مش دول كانوا رقم واحد مش دول اللي كانوا بيقولوا لمحمد علي كن فيكن وبيؤمروه ماهو نفع عمر وكرم وعين بداله الشيخ السادات والشيخ السادات ده لا حول له ولا قوة مين بقى اللي حل محل الزعمة الشعبية أسرة محمد علي أصبحت هي المهيمين على كل حاج يبقى دي اختفت دي زهرت مكان نخش على رقم اتنين تاني قوة اختفت هي طلاب الازهر اللي كان محمد علي بيبعثهم يعني او نقول عليهم كان بيستعين بيهم في التعليم ظهر مكانهم ايه بقى كريجي المدارس الجديدة كريجي المدارس الجديدة والبعثات دول حل محلوهم برضو من الطبقات اللي اختفت تالت حاجة التجار التجار اختفوا حل محلوهم مين التجار الأجاني اللي أصبحوا بيشتغلوا قوسطاء في التجارة خلاص يعني شخصية زي واحد اسمه أحمد المحروق نقيب التجار اختفت مين كمان رابع طبقة اختفت المماليك اختفوا مين بقى اللي ظهر بقى تاني نشوف بقى مين اللي ظهر انا كده اتكلمت ظهر اول حاجة من ضمن غير التلاتة دول اربعة بقى ظهر عمال المصانع دول اللي جابهم محمد علي جابهم من الشوارع وعينهم عينهم بقى ايه عمال في المصانع مين كمان الطبقة الخمسة اللي ظهرت الطبقة الخمسة اللي هم الاعيان اللي هم ملاك الاراضي محمد علي ادهم الارض الزرعية مين كمان سادس طبقة ظهرت البدواء محمد علي بدل ما يعملوا عملية قطع طرق بقى يوزع عليهم الارض يبقى نقدر نقول انه انه هنا اللي اختفوا نقول عليهم ايه بقى الزعمة الشعبية وطلاب الازهر والتجار والمماليك دول اللي اختفوا يبقى انتهى نفوز المماليك وحل محلهم قصة محمد علي تضاقر علماء نفوز علماء الازهر طلاب الازهر وعلماء الازهر وحل محلهم اللي هم مين خريج المدالس الجديدة التجار اختفوا وحل محلهم التجار الاجانب المماليك اختفوا ولم يعد لهم دورا مين اللي ظهر بقى ستة هم يبقى قصة محمد علي بدل الزعمة الشعبية خريج المدالس الجديدة بدل العلماء الأظهر التجار الأجانب ظهروا مكان التجار المصدين تلت طبقات تانية ما كانوش موجودين ايه هما؟ عمال المصانع الأعيان ايه بقى دولة؟ دولة كلهم وزع عليهم محمد علي أرض جديدة دي اسمه البناء الاجتماعي طب يجي السؤال ازاي؟ دلل كان لسياسة محمد علي الاقتصادية دورا في تغيير القوى الاجتماعية جبتها دلل ايه؟ دلل طب هاجبها ما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على سياسة محمد علي الاقتصادية على القوى الاجتماعية؟ هي هي نفس الإجابة ولكن السؤال مختلف الطلبة اللي بتحفظ بنقول تاني الطلبة اللي بيقعدوا يحفظوا ومدرس بيقعدوا يحفظوا بنظام تالتة عدد ده مش هينفع سنوية عامة الدرجة بتفرق والامتحانات بييجي فيها فكر وانا بقولها لك اوه وفي واحدة يقول لها جمودوا يتصلوا السنة الفاتي السادس محمود بيجيب لنا اسئلة فكر طب ماشي وجل امتحان كله فكر ولقينا الدرجات كلها تلاتينات محدش جاب الدرجات العالية الا الناس اللي تابعوا معنا القناة والحمد لله وشوفوا الاسئلة بتاعتنا طب نشوف تاني كان معنا وصدر عبد المنع مصطفى ومعنا وصدر احمد صلاح يعني كنا عاملين مجموعة اسئلة ما شاء الله وبإذن الله طبعا هينضموا معنا بعد كده نرجع تاني معنا برضو من دون الاسئلة اما اجاول ما لا علاقة شوفتوا ما لا علاقة من سياسة محمد علي الاقتصادية وطبيعة المجتمع على المصر انا باخترع لكم اسئلة يعني ممكن اجيب من الجملة دي اربع اسئلة وكل سؤال ما لوش علاقة بالتاني في شكله والاجابة واحدة هقولهم تاني ما النتائج متأتبة على سياسة محمد طب ايه رأيكم الله هكتبهم عشان بقى تشوفوا السيغ برضو ده عشان زي ما ينا المدرسين يعرفوا ازاي يحطوا اسئلة اهو اول سؤال دلل كانت بسياسة محمد علي الاقتصادية اثرها على القوة القوة الاجتماعية سؤال تاني ما النتائج المترتبة على تطبيق محمد علي الاحتقار على طبيعة المجتمع المصري سؤال رابع تالت ما العلاقة بين سياسة محمد علي الاقتصادية وطبقات المجتمع المصري جبا جبته بصير الدل وما النتائج وما العلاقة تخيلوا بقى ان التلاتة اجابتهم واحدة هي دي القصة ان الطالب لو داخل حافظ حافظ طبقات اللي ظهرت واللي اختفت طب اس سؤال اللي ييجي حافظ السؤال ده طب لو جالوا بده مش هيعف يجي عشان كده لما نيجي نشرح اخواننا زمائلنا المدرسين لما يجي نشرحوا الحاجة يقولوا للطالب لا اما بالصيقة دي لا اما بالصيقة دي لا اما بالصيقة دي يا رب نتعلم ازاي نعلم الطالب يفكر ويطلع المهارات اللي عنده وما يحفظ تعليم بتاعنا والضهور بسبب الحفظ والطريقة التقليدية مش بنطلع من عند الطالب طب ممكن نجيب بقى ماذا يحدث ماذا يحدث اذا لم يتأثر المجتمع المصري بالسياسة الاقتصادية لم 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 نعكس التلاتة اللي اختفوا ونعكس الستة اللي ظهر تهمت القصة تمام كده خلصنا احوال المجتمع المصري مع سياسة الاحتقال بعد كده هنخش على حاجة جديدة اسمها البناء الاجتماعية يبقى احنا كده خدنا البناء الاقتصادي كله خدنا النقل والمواصلات خدنا الاحوال الاجتماعية ونقص بعد كده التعليم بس معانا مكالمة نشوف مين بيتكلم معانا معانا واقل من الفيون اسماء يبقى الصوت في حاجة انا اسف اسماء من الفيون اسماء حديثك ايوة ازايك يا اسماء يا اسماء عامل ايه الله يخليك الحمد لله بس ممكن اخليك يا اسماء ادفو التلفزيون عشان اسمعي ادفو التلفزيون ايوة 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 حدرتك انا خايفة اول تريف والله ليه بس خايفة ليه والله مش اعرف حسن معاني بزاكره كويس جدا اه انت بيتابع معانا ولا لا والله انا تابع من اول حلقة من سهل ثمانية طب انا ماشي بصي ماشي سطر بسطر والاسئلة اللي بتيجي عليها طب ايوة ايوة ما تخفيش حل بالاسئلة ما تحفظيش يا اسماء والله يا عماني بقول برضو التاريخ سهمة احداث لا التاريخ مش التاريخ تحليل واستنتاج والاسئلة كلها دوقتي بقيت تيجي مال علاقة ودلل واستنتج الطلبة لو مش متدربين ما بيعفوش الجاوب يا اسماء وفيين الاسئلة ابن منعم وبشكو اسئلة ابن منعم واستيضا احماس طرح هي يجي لازن الله والاسئلة ابن عمس طرح عنده الظروف كده بازن الله هينضام من هنا واستيضا ابن منعم بازن الله ممكن اخد رقم حدرتك باخديني الااا طب انت عندك اسئلة لا طيب طيب اتابع معانا بقى اتابع معانا الشرح يا اسماء شكرا نرجع بقى تاني ونتكلم عن بناء التعليم التعليم في عهد محمد علي محمد علي التعليم أولا نازم نعرف هدف التعليم إيه في عهد محمد علي محمد علي ليه تم التعليم وبعدين نعرف إجراءات محمد علي في التعليم هنتكلم عن المدارس وهنتكلم عن البعثات وهنتكلم عن ديوان المدارس نشوف حاجة حاجة كان هدف التعليم في عهد محمد علي هو خدمة سياسة الدولة تخريج موظفين لخدمة الدولة لخدمة سياسة الاحتقال لتطوير الانتاج يعني يخرج مهندسين للمصانع يخرج موظفين يخرج أطباء معي ده هدف التعليم طيب معانا مكالمة معانا ليلة من القاهرة ألو أزايك يا ليلة الحمد لله يا قياسة احنا سعداء بيكي وكل أهل القاهرة اللي بيتواصلوا معانا ويريد تقولي الزميلك يهتموا بمشاهدة القناة وديكي شايفة الجهد بتاع الزملاء المدرسين في كل المهجم افضلي فانصباح تباستك عندي سؤال صحة أو غلط صحة أو غلط مع ذكر السبب تمام كانت الحملة الفرنسية عديمة القيمة من الناحية الحربية عديمة القيمة من الناحية الحربية تمام فعلا الجملة فعلا الجملة صحة لأن الحملة عسكريا كانت جاية عشان تقطع طريق التجارة بين انجلترا ومستعمرتها في الهند الحملة عسكريا كانت جاية تعمل مستعمرة فرنسية في مصر تحطيم الأسطور الفرنسي في موقعات أبوكيل البحرية أدى إلى فشل الحملة عسكريا لأنها لم تتمكن من السيطرة على مصر كلها لقيت مقاومة ثانيا أنها لم تتمكن من وصول الهند تخيلي لو الحملة معها الأسطور بتاعها كانت استولت على عكة بسهولة لو الحملة الأسطور بتاعها موجود كانت تصدت للحصام الإنجليزي ولكن تحطيم الأسطور الفرنسي أدى إلى فشل الحملة عسكرية فما لهاش نتائج عسكرية لكن ليه نتائج اقتصادية وعلمية زي ما احنا قلنا وده اللي هتشوفي في آخر الكتاب في آخر الفصل معايا؟ طيب نكمل تاني طيب احنا كده يعني بعد ما خلصنا المكلمة مع ليلة نرجع نتكلم عن التعليم ولكن اعتقد ان وقت الحلقة قرى بيخلص فانا هنكمل معكم التعليم بإذن الله الحلقة القادمة لو لنا عمر لكن بنقول ان انت محمد علي لم يقل اهتمامه بالتعليم من أجل نهضة الشعب المصري وارتفاع صقافته وتعليمه لا كان محمد علي هدفه بالتعليم خدمة سياسة الاحتقال خدمة المصانع خدمة الجيش لما انهار الجيش انهار التعليم وقفت البعثات لما انهارت المصانع توقفت المدارس يبقى انا هنا ممكن اقول لك ما رأيك في هدف محمد علي هل توافق على رأي محمد علي في خدمة ايارة التعليم بالجيش لا طبعا انا التعليم من اجل التعليم طيب كده يا ابنائي يعني اكون وصلت معاكم النهاردة الى البناء التعليمي وخدنا بدايته وبإذن الله هنستكمل معاكم تاني هنستكمل معاكم تاني الحلقات القادمة نشرح نكمل معاكم البناء في عهد محمد علي اعزائي طلبة وطلبات سنوان عامة كنت معاكم محمود عطية موجع عام التاريخ بوزارة التعليم وحتى التقي بكم في حلقات قادمة لكم منا كل الامنيات بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر